اعتبرت وزارة الصحة أمراض القلب والشرايين السبب الرئيسي للوفيات في البلاد بنسبة بلغت 41% محذرة من ارتفاع معدلات أمراض القلب في السنوات الأخيرة هذه التصريحات تعلن عنها وكيل وزارة الصحة المساعد شؤون الخدمات الطبية الدكتور جمال الحربي خلال ماراتون أصدقاء القلوب الذي نظمه مستشفى الأمراض الصدرية دقت وزارة الصحة ناقس الخطر إثر ارتفاع نسبة الوفيات في البلاد إلى 41% بسبب زيادة معدلات أمراض القلب والشرايين والتي اعتبرتها الوزارة المسبب الرئيسي للوفيات في الكويت هذه المؤشرات أفصح عنها الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية في الوزارة الدكتور جمال الحربي خلال احتفال مستشفى الأمراض الصدرية بإطلاق ماراتون تحت شعار أصدقاء القلوب السابع وهذا دعم لنا كحنا في الكويت لهذه الأنشطة الرياضية فهي مهمة عندنا كهي الوقاية من الأمراض المزمنة الغير سارية فإحنا في وزارة الصحة نهتم والتزام عندنا في هذه الأشياء المهمة عندنا هي الالتزام في الفعاليات والالتزام في الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ويهدف الماراثون إلى رفع مستوى التوعية الصحية بمخاطر أمراض القلب والشرائين والترويج لحياة صحية خالية من الأمراض حيث بلغ عدد المشاركين فيه نحو 1500 شخص بينهم 500 طفل الرسالة التي نحب نوجهها دائما ونصر عليها أن الرياضة دائما مهمة تكون في صحة الإنسان وفي صحة المجتمع ونتمنى أن الرسالة توصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس والمشاركين وتستعد وزارة الصحة إلى إنشاء مبنى في مستشفى الأمراض الصدرية يشمل خدمات الشؤون الإدارية وغرفتي عمليات وعناية مركزة للقلب بالإضافة إلى جناحين للمرضى بهدف توفير الرعاية الصحية والعلاجية لمرضى القلب